اشتركوا في القص او التقسيط في الاعمدة. تمام? يعني ايه موضوع القص او التقسيط في الاعمدة? بتاع كده نقرأ البراجراف اللي قدامنا نقوم اشوف المقصود. ومعروف ان العمود اللي قزيتم تصميمه يكون العمود الموجود الدور الارضي ده طبيعي لان العمود الموجود في الدور الارضي هاو الشاجر الملف الكامل. ممكنago العمود يكون في البطوروم يعني احنا الاولى انها هنصمم بمعنى اصح مين ونكون بتصميم بنها العمود الموجود في اول دور عندنا سواء كان موجود دور ارضي وبعدين الابوار الاولوية في ما بعد او كان موجود في بازمنت في بضروم موجود عندي. خلاص? وبالتالي يا بيش مهندس دلوقتي الاعمدة السفلية هي لتتحمل الحمل الاكبر من المبنى. وكلما صعدنا لاعلى الاحمال اللي بحصلها يا بيش مهندس بتقل. تمام? طيب. فليس من المنطقي اي من الناحية الاقتصادية من الاكنومي ان يكون قطاع العمود في اول دور عندنا اللي هو قد يكون الارض يا بيش مهندس وقد يكون البضروم. هو نفسه هو نفسه. قطاع العمود في اخر دور. طبعا ده مش مش منطقي جدا ان احنا عندنا بش مهندس. العمود اهو. تمام? اه اللي موجود في الدور الاول. اه العمود موجود في دور تاني. العمود موجود في دور تالت مسلا. وخلاف. تمام? العمود ده رقم واحد شايل الالساقف بتاعه وشايل احمد العمود اتنين واحمد العمود تلاتة واحمد العمود رقم اربع. خلاص? وصممناه وطلعنا له قطاع معين اه عبارة عن اه خلاص مفيش في اي مشكلة. المشكلة بقى فوق بعد كده. العمود ده شايل بس العمودين اللي فوق التلاتة وااربعة وبيئة ساقف اللي كان عليهم والساقف اللي كان عن عمود رقم اتنين. فمفروض ان القطاعات تقل شوية اكيد الحملة بتاعه قل. فالقطاع مفروض انه يقل. ده المنطقي في الموضوع دي. فانا عايز اوفر عايز اوفر ايه? عايز اوفر كونكريت خرصانة. وعايز اوفر ريبارز هديك تسليح. لان كل ما طلعت فوق كل ما يقل لي يحصل كل ما اللود هيقل. طيب. فقال لك هنا اه هنقوم بعمل ما يسمى بالتقسيط. بالقص في العمود. اي كل ما صعبنا لاعلى هنقلل من عرض وطول العمود بما يتناسب الحمن المعرض له كل دور. وبذلك هنحقق الاقتصادية. وعلى فكرة هنبتقللش العرض والطول بس. ده احنا كمان بتقلل مين يا بشوهندس الريبار حدري التسليح. اه الكلام ده بشوهندس ملوش اساس من الكود. يعني الكلام ده جاي من الخبرة. خبرة المهندس. تمام بشوهندس? طيب ما فيش اي مشكلة. ففي مدارس يا بشوهندس عندنا في موضوع الاص والتقسيط ده. منهم اصلا من لا يقوم بالاص. يعني فيه ناس ما بتحبش ان يتقص في الاعمال ده خالص نهائيا. وفيه ناس ممكن تقص كل دورين. كل تلاتة كل اربعة كل خمسة. تمام? ففيه مدارس كتير في الموضوع ده يا بشوهندس. طيب انا بتكلم هنا من وجهة نظر الشخصية انا ان ممكن حضرتك تكون معترض معايا فيها. اه انت عايز تعترض اه على الوجهة نظري قال لك الحرية طبعا لك الحق في الكلام ده. لان اتلاك ما فيش حاجة اه اساسية في الكود بتقولي الكلام ده. كلام ده كود جاي من اين? جاي من موضوع الخبرة وكل واحد بقى لي رأي شخص فيه. تمام? وهو مسؤول عن الرأي بتاعه اسناء التصميم واسناء التنفيذ. كمان المبنى يكون بالنسباله اه من سيف. خلاص? انا بقول انا شايف يعني المبنى لو كان بسيط يعني كان مبنى من خفض الارتفاع يعني عادت ادواره نقول اربع او خمس ادوار مسلا ما فيش داعي للقص. انت لو قصيت هتقص اديه. هتوفر ايه في خرصانة? هتوفر ادي ايه في الاسياخ التسليح? التوفير مش هيبقى ليه داعي هنا خالص تمام? ده كان وجهة نظري. وجهة نظر التانية ان انا لو عندي مبنى من الانواع النباني العالية مسلا يا بش مهندس. اه زي مسلا قد تصل الى اتناشر دول او خمستاشر دول. اه لا انا هقص هنا. هنا بقى القص هيبقى ليه فايدة من الناحية الاقتصالية يا بش مهندس. بس انا بفضل القص بعد بتاع المبنى. بعد المنتصف الارتفاع بتاع المبنى. بمعنى يا بش مهندس. ده المبنى ها. تمام? المبنى ده متعدد الطوابق. عش اشار دول اتناشر دول تلاتاشر دول خمستاشر دول. بيحصل بيحصل له حاجة نتيجة الاحمال الجانبية سواء الاحمال الجانبية دي جاية من او جاية منين? من سايزميك من زلازل. تمام? فبيحصل لكل دور ما يسمى بالازاحة الجانبية. الازاحة الجانبية للدور الواحد بنسميها لدريفت. ان في فرق يا بش مهندس ما بين كلمة وما بين كلمة وده هنخليه تسكى على الناس انها تبدأ تبحس كلا في الموضوع ده لحد ما نشرحه ان شاء الله اه ايه الفرق ما بين الدريفت والدريفت هنلاقي ان الدريفت اللي بش مهندس المقصود بيه الازاحة الجانبية لكل دور. فبتلاقي يا بش مهندس الازاحة الجانبية بمنظر ده. غالبا ده بيكون هو هتلاقي ان اكبر ازاحة ممكن تحدس تقريبا تقترب من نصف ارتفاع المبنى. يعني عند بالزبط عند اه الدور اللي موجود في المنتصف بالزبط. فانا من وجهة نظري بقول لا انا لو هقص هقص بعد اقصى ازاحة جانبية ممكن تحصل لاي دور عندي. تقريبا اقصى ازاحة ممكن تحصل هتكون في الدور اللي في النص يعني لو بابدى ده خمستاشر دور فغالبا هتبقى عند السادس او السابع او الثامن. فانا بعد الادوار دي بش مهندس نتيجة التحليل انشاء الستركشن انا عملته على 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 مثلا هشوف اقصى ازاحة جانبية لدور واحد كانت عندي انهي دور وبعد اي كده هبدأ اقص بعدها. رغم ان انا برضو اه ما يعني انا ما بفضلش موضوع الاصلحة بس لازم بش مهندس لو انت هتقص في المباني انك تاخد الكلام ده اثناء عملية لازم تعمل الكلام. سواء الدزاين ده كان موجود على على احمال رقصية او حتى كان على على احمال جانبية مثلا. طيب اشوانس نروح لي اه بعد كده بعد كده قالك انا في شروط في القص انتبقى لو نويت لو نويت انك تقص خلاص ففي عندي اربع شروط لازم انك نلتزم بيهم. طبعا الكلام ده برضو جاي من الخبرة مالوش اساس من الكوية. قالك دائما دائما يعني هو دايما القص بيجو من الوجهين الغير سابتين للمبنى او للعمود عفوا. طب يعني ايه الوجهين الغير سابتين للعمود? ركز كده بش مهندس ده عندي ضلعة هاو العمود ده ضلع ليه. وده برضو وجهي للعمود او ضلع اخر. وده الضلع التالت وده الضلع الرابع. وهنا كان فيه حائط ها. وهنا كان فيه مينة يا بش مهندس كان فيه حائط. طيب انت لو جيت تقص في العمود وعايز تطلعه فوق. يعني عايز تخلي العمود زي ما انا هرسمولك دلوقتي يا بش مهندس. ركز كده معي بعد ازنك. عايز تخلي العمود كده. يعني انت قصت من تحت. هل ده يا جوز? لا. لاننا الحائط ده هيبدأ يكمل هيروح فين? هيلاقي هنا في فراغ. ما ينفعش يا بش مهندس. ازان الجنب اللي تحت ده الجنب اللي تحت ده ده جنب سابت. ما ينفعش اللي يتغير. طيب يا بش مهندس. لو جينا على الجنب اللي هو على يمين ده بش مهندس. اللي هو انا مزال عليه باللون الاسود ده. لو جيت تقص فيه انك هتمشي ناحية اليمين. عشان تخلي العمود كده مسلا. بمنظر ده كده. تمام? الحتة دي راحة. طب الحائط ده لما يجي يتمد. هيتمد كده هلاقينا فراغ. صح? فما ينفعش. يبقى الحتة دي برضو ايه? وجهي سابت. فتلاقي العمود ده بش مهندس. اللي كان هنا بالنسبة لي. آآ ده وجهي سابت. وده وجهي سابت. لكن اللي التنينة التنينة. لو جينا حرقنا الضلع ده بش مهندس. ته? حرقنا هنا. اللي هيحصل? هقدر امد الحائط عليه. مش هحصل اي مشكلة. طب جينا الضلع ده بش مهندس حرقناه لتحت. هقدر امد الحائط عليه. ما فيش فيه اي مشكلة. ازان دول بالنسبة لنا. وجهين غير سابتين. ممكن انك تقصت ايه? تقصت فيهم يا بش مهندس. لكن الوجهين التانيين دول وجهين غير سابتين. ما انفعش انك تقصت فيهم. ممكن يا عمود ما انفعش تقصت غير من وجه واحد. ممكن نلاقي عمود انك تقدر تقصت من سلاس اوجه. كل الكلام ده بيعتمد على المعماري. على مكان وجود منها بش مهندس. وجود حائط. طيب ما فيش فيه اي مشكلة. طيب يا بش مهندس. ابعاد القص. قالك احنا بنقص يا بش مهندس مرة في الاتجاه القصير ومرة في الاتجاه الطويل. ممكن الاتجاه الطويل ما ينفعش. ممكن الاتجاه القصير ما ينفعش. يبقى على حسب الحالة ده انا شاغغلة عليها يا بش مهندس. والكلام ده هيبني ان شاء الله معنا وانح نشغالين في الفيلا او البورج بتاعنا. تمام? بس الكلام اللي قدامنا ده كلام نظري بس عشان نبدأ نستذكره وانح نشغالين على على بتاعنا. فقال لك لو هتقص من الاتجاه القصير يعني حاول ما تزدش عن خمسة سنطيل. هتقص من الاتجاه الطويل يعني قدامك من خمسة لعشرة. ليه يا بشموندس ما بنحاولش نغير يعني ما بنقصش اكتر من كده عشان ما يحصلش اي تغير مفاجئ وكبير في بتاع العمود يا بشموندس. في جسائة العمود لمقاومته للاحمال اللي جاي عليه سواء خلاص مهمة جدا الجزء ده. ده فيه شرط مهم جدا في في المباني المقايدة والمباني الغير مقايدة. قالك ان المباني المقايدة باعتبرها بابنة باعتبر مباني ده انه مباني مقايد لو كان يحتوي على على حوائط خرصانية اللي هالشير وولز ده بشموندس ما حصلش فيها اي تغير مفاجئ يعني ما حصلش فيها اي قص او اي تقصيد. والكلام ده شرحنا تفصيليا في محاضرة الاعمدة. طيب يا بشموندس. وبرضه في نفس الوقت ما يبقاش عندي كبيرة على العمود اللي تحت يعني عمود كان تحت كان تلاتين في اربعين وانت رحته فوق. وامتن منقص مثلا عشرة بقى تلاتين في تلاتين. فبالتالي في ما بين العمود اللي فوق والعمود اللي تحت. ممكن دي تولد عزوم. ممكن ان العزوم دي اصلا تكون اكبر من المينمم. وانت الاسف صممت العمود يا بشموندس انك صممت العمود انه يقوم احمال محورية بس وما كنتش واحد من فاعتبارك انه يتولد عزوم اكبر من 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 خارجية. بلتالي بقى عندك عزوم خارجية. بلتالي بحتاج انك تروح تصمي الكلام ده على مسلا او عن طريق الانتراكشن دياجرام. وانت الاسف ما عمدش الكلام ده يا بشموندس والتصميم بتاعك خطأ. مش صح. تمام? طيب بشموندس. وقلت لك هنا معلومة مهمة جدا. لا يجوز القص في الطول والعرض معه. انت انت لو قصيت في اتجاه واحد ده يخليه لك ان العزوم لو حصل عزوم تبقى من ناحية واحدة. تبقى من حوالي محور واحد. لكن انت لو قصيت ناحيتين. لا يا بشموندس. هبقى في عندك اكسو هيود لك عزوم في الاتجاهين قد يكون العزوم في الاتجاهين دول اكبر من المنموندس فهبقى في مشكلة يا بشموندس. للاسف انت ماخدش بالك انت تصميم موتك تصمي. تمام? لكن هنعمل اياه بشموندس مرة للعرض ومرة للطول. تمام? يمر للعرض والطول سابت. مرة للطول والعرض يكون اياه بشموندس والعرض يكون سابت. طيب. عند عمل القص يجب ان لا يقل قطاع العمود عن الفرض المبدئي وهو ما تم شرحه في جزء كيف يتم فرض ابعاد العمود في بداية التصميم. بمعنى بشموندس انت عندك عمود كنت فرض في بداية التصميم ان هو تلاتين فاربعين سنطي. حضرتك وانت بتصميم العمود ده. لقيت ان العمود ده بشموندس ايه مفروض نتيجة التصميم نتيجة نتيجة بتاع تكن انت عملتها طلع كام طلع تلاتين ستين. هلق انت عايز تقص في العمود ده? اعدت تقص في العمود لحد ما وصل لدور معين بقى تلاتين فاربعين. ولسه عايز كمان تقص. اقول لك ساعتها لا. ما عدتش تقص لاني ده الفرض المبدئي بتاعك. فاذا انا بشموندس لو طلع عندك عمود اسناء التصميم تلاتين فاربعين. خلاص ات ما عدتش تقص اصلا اوه. لذلك التصميم طلع تلاتين فاربعين. هتقص فين? هتقص اكتر من كده? انت قلل ان اقل العمود. طبقا للكود. طبقا للكلية. طبقا للسوق. طبقا لشخصك الكريم. انت خلاص انت قلت ان انا هفض العمود اقل حاجة في كم? تلاتين فاربعين. يبقى انفع تقص فيه? حتى لو طلع في نتيجة التصميم من العمود ده اصلا هو اللي شغال معك. لا طبعا. لكن لو طلع اكبر من كده اقل لك ممكن انك تقص تقص فيه بقى وتعمل عملية التقصية او الاص. بس لما تصل الى تلاتين فاربعين. ما عدتش تقص? وكزلك بقى في اي فرد تحت لك تفرضه. فردت التلاتين في خمسين يبقى اقل حاجة ممكن تصل لها للعمود. بعد الاص او بعد التقصية هو مين? هو التلاتين في الخمسين ده. يبقى حسب فردك يا بش مهندس لآآ الموضوع ده. طيب يا بش مهندس. قالت هنا يجب يجب ازهار اماكن القص في في الاعمدة في اللوحة الانشاءية. طبعا ده مهمة جدا. ولا هينفز ولك يا بش مهندس. هيسيب العمود انت خطوك بتعمل لوحة محاور واعمدة واحدة. بتعمل لوحة واحدة اسمها المحاور والاعمدة. تمام? طيب اللوحة دي خاصة بالمحاور الاعمدة اللي موجودة في الدور الاولين خالص تحت. اللي هو سواء الارضي او البدروم ان وجد. طيب يا بش مهندس. هل انا بعمل لوحة تانية للاعمدة في ما بعد? لا نقطش بعمل. رغم ان العمدة دي بتبقى موجودها معاك في الاسقف. في اللوح الاسقف والكاميرات. بس انا عايز اقول له انك هتقصت. فلازم اعمل له يا بش مهندس. بعمل له تابل. بعمل له جدول للتقصية. والكلام ده هنشوفه ان شاء الله هبينفنش اللوحة الخاصة بالاعمدة. وفي نفس الوقت لازم ارسمها له يا بش مهندس في القطاع الخرصاني بتاع العمود. بمعنى ان انا يا بش مهندس عندي عندي عمود قدامك اهو. فانا مسلا رسمت له الخط ده يا بش مهندس والخط ده قلت له الخطين دول هما هيتقصد فيهم فيما بعد. طبقا لمين يا بش مهندس? طبقا للكلام اللي حصل في الجدول. في الدور الاولاني كان تلاتين في اربعين. بعد كده بعد دورين تلاتة بقوا تلاتين في تلاتين مثلا. فانا بقول له طبقا للجدل يا بش مهندس روح للجدل وشوف مقدار القص خمسة سنتي ولا عشرة سنتي. وتعلى على المين? على البلان على الرسمة. شوف مكان القص ده يا بش مهندس. الضلع اللي هيتقص فيه لازم يكون خفيف. والضلع اللي مش هيتقصد فيه لازم يكون سابت وسميك وسقيل. بمعنى ان انا عندي عمودة هوا بش مهندس. الضلع ده سابت. فازم بتتقلوا كده تدلوا تدلوا فونت تقيل شوية. خلاص? الضلع ده سابت. تدلوا فونت برضو ايه? تقيل شوية بش مهندس. طيب في عندي الضلعين التانين هيتقصد فيهم. يبقى تدلوا فونت ايه? او سمك ايه? صغير جدا. سمك وصغير جدا. فاللي هشوفها بش مهندس هوا من اعمل له تلات حاجات بقى. تلات حاجات ده ايه? ان في جدول بيبينه ان في تقسيط. ان في رسمة بتبينه ان في تقسيط. ان في ملاحظات موجودة في الخرطوشة بتاعتي. موجودة في. لو انتوا فاكرين موضوع الخرطوشة كتب له هنا ان يوجد تقسيط بالاعمدة يا بش مهندس. خلي بالك ان عندك الخط السميك. يدول على الخط السابت. والخط الخفيف. يدول يا بش مهندس على الخط اللي حصل له. او على الضلع او على الوجه اللي خصل له تقسيط في العمود. انا يا بش مهندسين? حلو جدا. هل احنا خلصنا القص دلوقتي? لا لسه فيش ترطات تانية يا بش مهندس. ملاحظات همة على موضوع التقسيط ده. ازا كان العمود ده يا بش مهندس انترنال قلم. عمود داخلي يفضل على قدر الامكان انك تقص من ايه? من الناحيتين. Liberation Microsoft? لان الكلام ده هيفيدك يا بش مهندس ما يولدش اي ده العمود اللي تحت فده الحمد اللي جاي عليه. تمام? وده العمود اللي فوق فده الحمد اللي جاي عليه. اللي ق Mountain مع بعض بمعنى اصح مرتقات العمود ده مش اقول مركز اللي دلت على العمود اللي تحت زي مركز اللي دلت على العمود اللي فوق. رغم ان اللي فوق حصل فيه تقسيط ازا لن ينتج اي ممنتي هي بش مهندس ما فيش اي عزوم ممكن ايه تحصل عندي انا قصيت من الاتجاهين يا بشمهندس. انا طبعا ممكن ما اقدرش ان العمود الداخلي اقص من الاتجاهين طبقا لمين? لظروف لظروف معمارية. ما اقدرش يا بشمهندس عايتها. ان انا اقص من جهتين اهضطر اقص من جهة واحدة. فانا قلت لك انا ازا امكان زلك. ازا انا عرفت لو عرفت تعمل الكلام ده اقص من احيتين خلاص. ما عرفش يا بشمهندس ما فيش في اي مشكلة. حاول انك ما تزدش عن خمسة لعشرة سنتي. وبرضو لازم تروح تعمل بشمهندس. اعادي التصميم او ممكن تعمل تشك ان القطاع ده ممكن تحمل العمود اللي تحت. ممكن تحمل العزوم التي تولدت نتيجة اللي موجودة في العمود اللي فوق. طبعا بشمهندس? ازا كان العمود ده موجود على وجهة بقى يعني عمود كان طرفي يعني كان في او كان في الحفة. كان في او في بشمهندس. يفضل ازا امكان ذلك ان تقوم قلمة القص لا تزيد عن خمس سنتي. تمام? الضلع ده كان هو الضلع الكبير وانت قلت له من شوية الضلع الكبير بقص من خمسة لعشرة. فانا بقول لك عشان خطري بعد ازن سيادتك ما تحاولش تقص اكتر من كده. عشان بص شايف هنا العمود اللي تحت ده بتاعته. وده العمود اللي فوق بتاعته. دي هتولد لك ايه عزمة. هل انت العمود اللي تحت ده صممتوا على العزم ده? هل العزم ده اقل من منموم ولا لا الله اعلم ما تعرفش? لازم بتعمل يا بشوانس واللي تشيك بتاعك. ملحوظة اخيرة في الموضوع الاص والكلام ده انك يجب ان تعمل او يجب عمل اه تحطيط او تأكيس للعمل. دي تقريبا ما لاش داعه بالاص. يعني دي معلومة اضافية كده زيادة. يعني ايه تحطيط او تأكيس يا بشوانس? الكلام ده بتسمعه فين? في السوق? قال لك يا بشوانس اه ده العمود عندك اهو. ده بنسميهم اه الخنزيرة مسلا. تمام? لازم يحصل تأكيس للعمود ده ان انا بقول له يا بشوانس العمود ده من المحور ده ولا يكون ستة سنتي والعمود من المحور ده ولا يكون ستة سنتي عشان يقدر يعمل شدة الخشبية او يشد الخنزيرة بتاعته في الموقع ويقدر يعمل شدة الخشبية الخاصة بالعمود عشان يدى ينفز العمود ده. الكلام ده يا بشوانس لازم يتعامل في البلان اهو. يعني ايه تحطيط او تأكيس اي كتابة الابعاد على القطاع من كل من كل محور حتى يسهل او يسهل من تنفيذ العمود في ارض الواقع. ازا في الفيديو اللي احنا كنا في دولتها يا بشوانس بنتكلم عن التقسيط او بنتكلم عن القصر. وعلى طويلة نظري البسيطة في الموضوع وموضوع وحطيت شوية كده وحطيت شوية شوية اشتراطات آآ الموضوع ده ممكن تكون انت متقبلها او ممكن تعترض عليها كل الكلام ده يا بشوانس من الخبرة آآ ملوش اساس من الكود لكن هو من الخبرة وانت بشوانس انت ليه انت المسؤول عن الكلام ده بشوانس.